السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد والنهار ده حنستكمل مع بعض التطبيقات الجديدة الموجودة في كنفا وكل فيديو بينزل بينزل فيه سلسلة أسرار برنامج كنفا عشان الناس اللي بتشوفنا لأول مرة وحبا أنها تتابع باقي الفيديوهات الخاصة بالسلسلة بتاعتنا المخصصة لكنفا فيه سلسلة اسمها أسرار برنامج كنفا في قايمة موجودة على القناة تقدرناك أنت تروح لها وحتلاقي فيها فيديوهات كتيرة أكتر من 70 فيديو معرفش دلوقتي وصلوا الكام ولكن فيديوهات كتيرة جدا حتلاقيها موجودة في القائمة إن شاء الله تفيدك وتفيد محبي برنامج كنفا النهار ده حتكلم عن أبليكيشن جديد الأبليكيشن ده ممتاز جدا ولكن فيه مشكلة صغيرة قوي المشكلة دي لو اتحلت حتبقى يعني ممتازة قوي النهار ده اللي جاي أتكلم عنه أو التطبيق الجديد هو تطبيق سبتايتلز تعالوا نشوفوا كده التطبيق الجديد من كنفا ممكن يعمل إيه حبتدي أروح على الأبس ومن الأبس حبتدي هنا في السرش أب مثلا أكتب سبتايتلز السبتايتلز حلاقيه ظهر معي في أول بحث إحنا كلنا تكلمنا من قبل عند ترانسسكرايب أوديو السبتايتلز جديد عشان الناس بس ما تلغبطش ما بين الأتنين تعالوا كده ندوس على سبتايتلز ونشوف يعمل إيه هنا السبتايتلز بيستخدم في وضع الترجمة على الفيديوهات حسب اللغة بتاعت الفيديو حبتدي أقول use in new design ولكن في كل الأحوال أنا محتاجة أرفع فيديو عشان أطبق عليه السبتايتلز فأنا هنا حدوس عليه ولكن لازم الأول أروح أحمل الفيديو اللي أنا هشتغل عليه حبتدي الأول أروح لي الفيديو أجيب أي فيديو حيكون فيديو صغير لأن السبتايتلز حاليا بيحط ترجمة لحد دقيقة ونص فيه بس مشكلة برضو أن أنت لازم تشتري كريدتس أنت ليك حوالي أعتقد دي أو نص فقط فأنا برضو شايف أن ده مش حاجة جيدة قوي ولكن لو أنت حبت أن أنت تستفيد بها في الخطة المجانية ممكن أنك أنت تستخدمها أنا هنا استخدمته قبل كده فبيقولي 17 seconds of video processing lift ليك 17 seconds فمش يعرف يعني هو فيه مشكلة أكبر من كده يعني أنا ممكن أروح أشتري كريدتس يعني لو كان عجبني الأبليكيشن ولكن أنا فيه مشكلة عايزة برضو أطلعكم عليها أعمل upload كده واجيب أي فيديو صغير عندي عايزة بس فيديو صغير وليكن الفيديو ده كده 17 seconds فإحنا بنتكلم فيه محتاجة حاجة صغيرة قوي هاخذ يعني 7 seconds مثلا ولا حاجة أنا عايزة أحط بقى subtitles باستخدام الأبليكيشن ده على الفيديو ده أنت قريدي أول ما بتختار subtitles أنا اخترته الأول هيظهر عندي هنا مش حطر أن أنا روح للأبس فهنا أنا حروح أدوس على subtitles بالمنظر ده حيبتدي إن إني لي الشكل هنشوفه مع بعض هنا بيقول لي start هنا هعمل start حيبتدي إن هو يعمل export للفايل تايم هنا in before حيبتدي يعمل export ولكن الأول حيبتدي يتعرف عليه علشان يبتدي يضيف LCC أنا لما حعمل export كلمة export أدوس عليها حيامل reading للفيديو حيبتدي يقرأ الفيديو بتاعي يعني الناس ما تعتقدش أن هو حيعمل له export بأن هو يصدره من غير الترجمة ده هو حيبتدي يقرأ الفيديو بتاعك وهنا حيبتدي إن هو يقول لي أنت عايزة الstyle بتاع الترجمة بتاعك إيه فهنا مثلا هقوله الstyle بتاعي أي style من دول الsize مثلا small medium هاختاره مثلا medium position bottom top هنا بصده ده preview middle أنا مثلا هعمله bottom زي كل الفيديوهات حيبتدي أقول له generate هل حيبتدي detect اللغة العربية ويعمل لها generate ده اللي إحنا هنشوفه مع بعض النهار ده وهيعمل transcribing your audio to subtitles الapplication ده أولا المدة اللي بيديها قليلة جدا طبعا إن أنا أورادي موجودة على المدفوع يعني أعتقد إن هو يعني مفروض إن هو يطول شوية المدة للناس المشتركة أورادي في canva ما ينفعش أبدا إن هو يديني مدة صغيرة ويقول لي اشتري credit من وجهة نظر يعني زي ما احنا شايفين هو عمل transcribe باللغة العربية عادي جدا يعني آدي اللاين الأوليني أهو وآدي اللاين التاني أهو إيه بقى المشكلة هنا اللي أتمنى إنها تتحل قريب أنا حامل generate video with subtitles ويشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي طبعا إنت هنا تقدر إن انت تعدل يعني هو هنا بيزهر لك الكتابة الخاصة بالsubtitle علشان تعدل عليها لو أنت عايز مثلا أنا هنا كل يوم موقع آآ كل يوم موقع جديد يعني مثلا كل يوم موقع الموقع لا كل يوم موقع جديد وابتزي أعدل مثلا على الفيديو بتاقي بالمنظر ده أوكي فأنا هنا هبتدي أقول له generate video with subtitles وحنبتدي نشوف المشكلة بقى اللي من وجهة نظري ومش عاجباني وأتمنى إنها تتحل قريب وأتمنى إن هم يزودوا المدة شوية وخاصة للناس المشتركة في المدفوع فلازم ألاقي امتيازات من التطبيقات دي أنا بطلع أقول لك هيلة جدا وفي تطبيقات بقول لك كويسة ولكن ولكن دي معناها إنها لأ محتاجة إن هي تدي امتيازات أكتر من كده وتحل المشكلة اللي موجودة فيها ودي المشكلة اللي هنشوفها كمان شوية هو هنا ده أعطاني الفيديو الهيستوري بيظهر فيه الفيديوهات اللي قريدي أنت قمت بعمل سبتايتلز لها فهنا مثلا أنا هروح أضيف الفيديو بتاعي ليه Add to Design عادي جدا Add to Design شيل بقى الفيديو القديم ده خلاص أنت كده بتشيل القديم يعني القديم ده خلاص بيتشل كده وبتبتدي تأدو ديزاين تعالوا كده نشوف الفيديو بتاعنا طبعا تقدر أنت تروح هنا بالتقمي ثلاث نقط وتعمل download للفيديو برا عندك على الجهاز بتاعك بص بقى إيه اللي هيحصل في الحالة دي أنا هعمل بس right click و set video as background بالمنظر ده المشكلة الكبيرة المشكلة الكبيرة شايفين الحروف متفرطة ازاي يعني دي بقى مشكلة كبيرة جدا 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 و أتمنى أن هم يحلوها لأن أنا كمحتوى بلغة العربية إيه الحل يعني أستخدم التطبيق ده ازاي فدي النقطة طبعا بالإنجليش بأي لغة تانية للدنيا حتبق معك كويسة جدا نفيش فيها أي مشكلة يعني أنت لو عندك أي فيديو باللغة الإنجليزية حيكون كويس جدا وممكن يكون مفيد للشورتس مثلا والحاجات دي كلها ولكن أنا ليا ملحوظتين ملحوظة الأولى أنها قصر بدت الفيديوهات خصوصا لو أنت كمان مشترك في البيت بلان يعني أو لو عندك حساب تعليمي الحاجة التانية وهي اللغة العربية بالمنظر اللي احنا شايفين وبتظهر معي وبيكملها اكس اكتراكت وكل حاجة وبتظهر معي هنا مضبوطة وعدل عليها أول معمل جينريت فيديو بتظهر بالشكل ده أتمنى يكون في حل لهذه المشكلة ولكن السبتايتلز يجب نلقي الدوق عليه لأنه حيكون جيد جدا لو حلوا خصوصا المشكلة الخاصة باللغة العربية أتمنى تكونوا النهاردة استفدتوا من فيديو النهاردة إلى حد ما أنا عارفة أنه ممكن ما يكونش بنفس إفادة الفيديوهات السابقة ولكن تابع يعني الأداة دي أنا شخصيا هتابع الأداة دي هتبقى كويسة جدا لو الأداة دي بتدعم اللغة العربية من وجهة نظري أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وزيان بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء منستاش اللايك وشيروا الكومنت دوم دوم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته